في الوقت الذي تنشر فيه شعارات الموت وعباراتها على جدران صنعاء تعمل ميليشيا الحوثي على طمس ألوان الحياة من على حيطانها فبعد أن نظم ناشطون حملة للرسم على الجدران في لوحات أمل تهدف إلى تخفيف وطأة الحرب وعكس أوجاعها على جدران المدينة لتصل إلى عيون العالم قامت عناصر حوثية بمنعهم من إكمال الرسم وطمس عدد من الجداريات طبعا اليوم نظم حملة في اليوم نفتح للفن نظمها منذ سنوات والهدف الأساسي منها لفت النظار العالم لمعاناة الشعب اليمني لفت النظار العالم للكارثة التي تتحل باليمان وأن هناك شعب يمني تواقل الحياة هناك شعب يمني لا يوجد لديه متنفسات يخرج للشارع يرسم عبر عن نفسه ورغم تراجع زخم الحملة في صنعاء إلا أن عددا من الفنانين والنشطاء تفننوا في رسم لوحات جدارية في عدد من الأحياء وسط المدينة في المقابل في مدينة تعز دشر مكتب الثقافة في المحافظة فعالية الرسم على الجدران والتي شارك فيها عشرات الرسامين والناشطين والأطفال بهدف تجسيد واقع المحافظة ومعاناة أبنائها جراء الحرب والحصار تأتي هذه الفعالية ضمن اليوم المفتوح للفن وهي مناسبة فنية عالمية بدأت في اليمن عقب أحداث ثورة الحادي عشر من فبراير حيث يتجمع سنويا مجموعة من الفنانين من جميع الأعمار للرسم على الجدران وانطلقت الحملة هذا العام في صنعها وتعز عدا وحجة بالتزامن مع بدء هذه الفعالية حيث تهتم باللوحات الفنية التي تعكس أزمة اليمنيين وهويتهم وإبراز قيم التعايش والسلام في البلد الذي يعيش حربا مستمرة وحسب القائمين على الحملة فإن الهدف منها هي إيصال رسالة للعالم أن اليمنيين لا يحملون البنادق فقط فالألوان والفرشات أيضا هي أسلحة الكثيرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر